كان مفروض نازل فيديو عن الروتيني عناب البشرة بس الظروف اللي بتحصل في العالم اليومين دول هي اللي دفعتني ان انا عمل فيديو ده لاني هتكلم في الفيديو ده عم مشكلة ممكن تأثر على حمايتكم من الامراض بطريقة غير مباشرة انا الدكتور وليد ابراهيم اخصها لامراض الجلدية وتجميل الجلد بتكلم في الشانل دي عن كل ما يخص الجلدية والتجميل فلو انت لسه مش مشترك معنا اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وعملولي فلو على الفيسبوك وانستجرام عشان بنزل هناك حاجات انا مش بنزلها هنا منظمة الصحة العالمية اوسط ان احنا نغسل ايدينا لما نبقى في مكان عام او ان احنا نعتص او ان احنا نكح بنغسل ايدينا لو كنا في مكان عام عشان لو التقدنا الفيروس على اليد ما يوصلش للوش او جهاز التنفسي وفي نفس الوقت علشان لو حد عنده الفيروس وعتص او كحة على ايده يغسلها وما ينقلش الفيروس لحد تاني بما ان الظروف الحالية بتحتم علينا ان احنا نغسل ايدينا كتير ونستخدم منظفات كتير غسيلة ايدينا اللي احنا بنعمله عشان نحافظ على ايدينا من العدوى ممكن يزيح طبقات الجلد العزلة اللي بتمنع تبخر الماء من الجلد لما الطبعة العزلة دي بتقل الماء بتتبخر من الجلد والجلد يتعرض للجفاف والتشاؤقات وممكن توصل لمرحلة الاجزيمة من اعراض الاجزيمة الجلدية دي هرشه واحساس بالحرقة في الجلد وللأسف الجلد اللي بيعاني من اجزيمة لما بستعمل عليك حل او منوظفات تانية ممكن الاعراض دي تزيد اكتر وتلاقي نفسك بتختصر في خطوات غسيلة ايدينا اللي ممكن تحميك من العدوى او في حالات تانية ممكن ما تستخدمش منظفات خالص خوفا من ان الاعراض دي تجيلك اكتر في الفيديو ده هقولكم خمس خطوات تحموا نفسكم بيها من اجزيمة الجلد اول حاجة بلاش الكحول الخامس سبعين في المية ولما بقول هنا كحول خام قصدي على الكحول السبري اللي بيتنظف به الاسطح لان ده ممكن يزيح الطبع العزيل على سطح الجلد ويعرضه اكتر للجفاف انما منظفات اليد اللي بيبقى فيها كحول بيتبقى منصممة خصيصا بحيس انها ما تسببش جفاف فالافضل تستخدموا الهانسان ازايزرز حتى لو فيها كحول مفيش مشكلة وتأكدوا انها ستين سبعين في المية كحول لان هو دي النسبة اللي بتقدر تقتل الفيروس محدش يلا من ان كحول اليدين يسبب له جفاف لاندرسات اللي قرأتوا ما بين الكحول والصابون لقيت ان الصابون بيسبب جفاف اكتر لليدين وده اللي بيودينا الرقم اتنين اتنين استخدموا الصابون اللي فيه مواد مرتبة حاولوا تستخدموا صابون البشرة حساسة او صابون بيكون فيه مواد مرتبة عشان صابون البشرة الحساسة مش هيزيح طبقات الجلد العزلة زي الصابون العادي خصوصا للتوصيات بغسيل اليدين بتوصي ان احنا نخسي اليدين لمدة عشرين ثانية وخلال العشرين ثانية دي عايزين نحافظ على حجز الجلد على قد ما نقدر تلاية درجة حرارة المية ما تكونش سخنة جدا حاولوا ان انتوا تستخدموا مية فترة للغسيل اليدين لان المية السخنة بتتبخر اسرع وما بتقعدش على سطح الجلد كتير وكمان المية السخنة بيزيح اكتر الطبقة العزلة كل ده ممكن يعرض الجلده اكتر للجفاف والتشاوئات اربعة تنشيف اليدين لازم يكون بحركة طبطبة خفيفة بالمناديل وبلاش ان احنا نفرق الايد جامد بالفوطة لان حركة الربينج لما نيجي ننشف ايدنا كذا مرة في اليوم ممكن تسبب تهيوج للجلد خمسة استخدم ترطيب لليدين بعد الغسيل مباشرة والترطيب هنا مش لازم يبقى حاجة غالية خصوصة ان احنا هنعمله كذا مرة في اليوم ممكن يبقى حاجة بسيطة وفعالة جدا زي الجلسرين والجلسرين ده مادة هيوميكتنت ومعناها انها مادة بتسحب المية لسطح الجلد وعشان المية للجلسرين هيسحبها دي ما تتبخرش نستعمل الفازلين كطبقة عازلة فوقيها فالخطوطين دول هيخلوا الجلد يحتفظ بالمية اللي فيه ما يحصدش الجفاف ولا تشاؤقات كمان الفازلين هيحمي جلد ايديك من الاضرار اللي ممكن تحصل في الغسيل اللي بعديه اكتبوا ليه في الكومنتات اي مشاكل بتواجهكم ولحد الفيديو الجاي بلاش تخرجوا من البيت الا لضرارة قصوى لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واعملوا سبسكرايب وفعالوا زر الجراز عشان نوصلوكم كل جديد